اهلين ومرحبا بكم في قناتي قناة الاميرة بيوم شالله ندر وصفة سهلة سريعة تحذر في دقائق كوجبة عشاء خفيفة وهي مقارونا برولي شكل هاديد مشاهي الوانها رائعة وتستحق التجربة بسم الله في البداية ندوب المكونات هذا الوصفة طبعا المكون الأساسي وهي المقارونا حوالي ميسين وخمسين قرام كنت طيبتها في كمية من الماء اللي غليزت لها شوية ملح وشوية زيت ايضا نحتاج الى اللحم المفروم اللي كنت قليته مع كمية مليحة من البصل ايضا شوية ثوم شوية مع بنوس ملح وفلفل اسود كنت يعني حذرتها معكم عدة مرات نحتاج ايضا الى صلصة طماطم عندي ايضا مع بنوس وجب مبشور اما التوابي اللي اختارتها عندي كمية قليلة من الملح شوية فلفل اسود شوية زنجبيل وكركم بش يعطينا لهذه المقارونا لون اسفر جذب ايضا نحتاج الى من 3 الى 4 حبيت بيض عني على حسب قوام المقارونا نحط في الاول 3 حبيت بيض ونشوف قوامها طبعا الوصفة تبدو غريبا نوعا ما ولكن صدقوني والله يعني بزيف 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 بنينا لدي جزها النهائية يعني جد مشاهية وطعمها مميز فانتمنى فقط تخذوا عن ملاحظة بعين الاعتبار لانه الوصفة جد سهلة ولذيذة كما بعد نحط باقي المكونات اللي هما المعدنوس الثوابل اللي هما الملح فلفل اسود زنجبيل وكركم والجبن المبشور اللي هيعطيها طعم مميز وخاصا كيدخل الفرن يعني رايح يضوب وزيد خلينا هذيك المقارونات زيت اسماسك وتحكم روحا خلطوا كامل المكونات مع بعض بهذا الشكل ونشوفوا القوام شوفوا القوام نحس اني مازلت نحتاج الى بيضة اخرى يعني هذه البيضة الرابعة لكل 250 كرام مقارونا اربع حبيت بيض بالنسبة للدرجة يعني الطيب بتاع المقارونا لازم ما طيبوها بزيف لانه فيما بعدها حاثت دخلنا للفرن فحاولوا يعني انكم تخليوها مازالت شوية يعني صفرة ممشي حتنتو بيض وطيب لنا بزيف باش تبقى محافظة على بنتها هذا من اسرار النجاح يعني شوفوا القوام هذا القوام يعني المثالي فيما بعد نجيب سنية خاصة بالفرن نحط لها ورق الطهي ورق الطهي مهم في المطبخ فلذلك نتمنى انكم دايما ان يكون مصوفر عندكم لانكم حينتحتاجوه عدة مرات ونضيرو مربع بهذا الشكل طبعا الكمية اللي عطيتها هي 250 كرام درت النصف فقط ونصف الاخره هنديرو في صينية اخرى لكن ما حينتشوفوا يعني 250 و 50 كرام حاجي بلكم كمية ما شاء الله طبقة متكونش بزيف رقيقة ومتكونش ايضا خشينا يعني شوفوا كيفش هتكون في هذه مرحلة يعني قبل ما نحطها في الفرن نحن نحط لها ايضا شوية جبن مبشور باش كي يضبنا يدير لنا طبقة مقرمشة يعني في السطح دخلوها للفرن يجب ان تحمر للكم يضب الفرماج وايضا من تحت تسماسك ويولي لونها ذهبي باش من بعد يعني كن خرجوها من الفرن وتسكسر الناش ونحن نروليو يعني فيها اذا كان هذا هو شكلها بعد ما خرجتها من الفرن كما راكم نشوفوا شكلها لونها جد مشاهي بيهي بورقة طهي تسلوليوها بنفس الطريقة اللي عني ندير فيها حاليا تخليوها دقائق تحكم روحها باش فيما بعد ما تسكسر الناش ونبعد نزعو لها ورقة الطهي يعني كل مرة تقولوا لي يعني نحاولوا تنحينا ورقة الطهي ونشوفوا الطريقة والله كما شفتوا يعني ما تسقط ليش مباشرة تنحيلي اختاروا فقط نوعية جيدة من ورقة الطهي وسر النجاح هو هذا اللون الاحمر ولا ذهي به نعطي لكم في الاسفل يعني انها تمسكت كمرحلة اخيرة راح اندلها طبقة مسلسة الطماطم اللي كنت حذرتها يعني درسة كمية أقلية فقط من الطماطم كمية قليصة مع كمية من الثوم شوية ملح شوية فلفل اسود شوية دبشة او ماعد نوس كمية قليلة من الماء بالنسبة للحم المفروم هنحطه بهم طبقة سي من الجوب من مش كي ذبولي يتماسك اللحم المفروم فيما بعد يعني كنقطحها نسحليش على الأطراف بالطريقة اللي راكم نشوفو فيها نسحليش على الأطراف صلنا الاخر مرحلة اللي هي مرحلة يعني اللف لازم في هذه المرحلة يعني تنتبهوا انكم تحاولوا يعني تضغطوا مليح باش فيما بعد الحشوب من يخرج الناش بهذه الطريقة تحطوها ايضا كمية من الجوبن يبقى اختياري يعني هذه المرحلة تحطوها في الفرن حتى يذوب الجوبن بعد ما يذوب تخليوها دقائق حتى تنسلي حتى تتماسك فيما بعد تقدموها انا يعني حبيت اني قطحها قطع كبيرة يعني تقريبا 7 سنتيم للقطعة ويبقى تقديم اختياري اتمنى اني وصفتي تعجبكم دمتم اوفياء في وصفات اخرى ان شاء الله تابعوني على صفحتي على الانستجرام بشوفو كل جديدي وايضا كواليس العمل يللقاء